اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قالنا الرجل يطلق مرته تلزم عدة يوم قبل انتهاء العدة يرجح لها ما يريد يرجحها يريد يضرها يريد يعتدي عليها يخليها كالمعلقة لا يعاملها كزوجة معامرة اواده ولا يخليها تروح تلزم دربها وتروح هذا منهي عن الله ينهى يقول لا كلمة لا ناهية وانه يدل على شنو يا اخوة انه يدل على شنو على الحرمة يعني حرام يعني معصية لله فكان الرجل يطلقها وبعدين يوم قبل انتهاء الحدة يرجع لها ايضا يخليها مع العلة لا يطيح حقوقها لا يطيح اكلها لا لبسها لا نفقات لا احترام لا سكن ثم مرة اخرى يطلقها وهكذا مرتين ثلاثة اربعة طلاق ورجوع طلاق ورجوع طلاق ورجوع القرآن حرم هذا يقولك طلاق اكثر من مرتين طلاق ملعب انت ماذا تلعب طوبة هاي بشر هاي انسان انسان انت ترضى انه بنتك هالشكل يظلموها ليش هو يا بنت الناس كما انه ما ترضى ان بنتك يعاملوها هذا الظلم كذلك لا تظلم الناس نعم يقول ولا تمسكوهن ضرارا المسك الضرار يعني شنو يعني يوما قبل عدتها يرجع لها لكن لا بنية الرجوع الواقعي بنية الايذا يقول اريد افرخ خشمها اريد اقسر ظهرها اريد ازرف قلبها هذا المنهي شرعا لا يا ظالم لا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك ان يرجع المرى بنية العدوان وبنية الاعتداء فقد ظلم نفسه يقول ظلمها طبعا ظلمها اطعا لا انت لما تظلمها تظلم نفسك انت ليش لان انت عندك ايمان بالاخر كل ظلم من الظالم على المظلوم في الدنيا ينقلب يوم القيامة الظلم على من على الظالم الحديث امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ويل للظالم من انين المظلوم الله اكبر حبيبي هذا كلام امير المؤمنين فقر فيه ويل للظالم من انين المظلوم شايف هاي ضعيفة لانها ضعيفة مظلومة ما عدها قوة عاجزة عن دفاع عن نفسها تظلمها لو كانت قوية كانت تعامل هاي المعاملة هاي منطقة القوة الى الان ماشية مع الاساب منطقة القوة الان ماشية في مجتمعاتنا وفي كثير من المجتمعات الاخرى وهذا المنطق منطق باطل الله يقول الا لعلة الله على القوم الظالمين الظالم ملعون سواء يظلم مرته او الحاكم يظلم الرعية او اي قوي يظلم الضعيف ضعيف كل من كان ضعيفا اكلته لأقوياه هذا منطق الغاب حبيبي منطق الوحوش منطق الذئاب انت بشر انت مو ذيب انت بشر انت انسان الذيب بالغابة بالصحراء بالصحراء نعم